أستامت والرواتب يا آل الفيت أهمي سنتم أهمي سنتم والشواتح المواطنين الباقي مش مواطنين من هي السحر الخولاني؟ السؤال تصدر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية وذلك بعد أنباء عن اختطاف ناشطة إعلامية بسبب كشفها لفساد وجرائم تقوم بها جماعة الحوثي والتي أرسلت صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 سبتمبر لعامنا هذا قوة لاختطافها من منزلها وتم خطفها لمكان غير معروف حتى هذه اللحظة وخلال الأون الأخيرة تركز جماعة الحوثي على اعتقال عدد كبير من الناشطين الاجتماعيين في اليمن وذلك تزامنا مع ذكرى الثورة اليمنية السادس والعشرين من سبتمبر ومن خلال هذا الفيديو سوف نتعرف سويا على القصة الكاملة حول اختطاف الناشطة اليمنية سحر الخولاني فيعود سبب اختطاف الناشطة الاعلامية السحر الخولاني لكشفها للفساد والجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي وكشفها للأحوال الصعبة التي يمر بها المواطنين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيون وهذا ما جعلهم يقومون باختطافها لما يكون جارك من آل البيت ساكن جنبك وانت لما تحاول تدخل مصر في البيت تشتري بالكيلو كودا تشتري بالكيلو طماط أو بطا ون يدخلها لبيت السرين سلات غلائية من البطا والطماط وكل حاجة لما تكون انت يلا الله كودا تروح تدفر كفاة لأطفالك بسيطة والجارك الذي هو من آل البيت كل يوم بنات بفساتين ماركة سورية من أزود الماركات بالبطا وقد استنكر بعض الناشطون قبائل صنعاء التي تنازلت عن ابنتهم سحر الخولاني وقالوا لقد تخلت وتنازلت قبائل صنعاء عن ابنتهم الناشطة سحر الخولاني التي اختطفتها ميليشيا الحوثي عقم طالبتها بصرف المرتبات وقال ناشطون أظهرت قبائل صنعاء أنها أهوى من بيت العنكبوت حيث يقوم الحوثيين بإذلالهم منذ سنوات دون أن يحركوا ساكنا وأضافوا أظل الحوثيون مشائخ وأبناء وقبائل صنعاء ولم نجد حتى نحنحا من قبل هذه القبائل تجاه ممارسات الحوثيين والتي كان آخرها اختطاف سحر الخولاني التي طالبت بصرف المرتبات تقولوا لي أصبر لا قلوا لي أصبر نتبيهي أتحار قلط أن أنتوا تتكلبي قلط أن أنتوا قلط أن يتخالش قلط أن يتخالش قلط أن يتخالش ما عبك عندما ملقاش قيمة أكلوشة واشف جاري في نعم الخير وعندما ملقاش يعني أبسطت احتياجها ما عبك باك قلولي ثمن هي سحر الخولاني اسمها بالكامل سحر عبدالإله أحمد الخولاني من مواليد عام 1988 في العاصمة اليمنية صنعة تحمل الجنسية اليمنية والديانة الإسلامية مؤهلها التعليمي درجة البكلاريوس في قسم الإعلام من جامعة صنعة لعام 2010 اختصاص إذاعة والتلفزيون ولديها الكثير من المهارات في مجال الحاسوب والإلقاء والتواصل مع الآخرين وهي تعمل كمقدمة ومعدة برامج للأطفال في قناة سبأ الفضائية وقد لقي إقدام الحثيين في اليمن على اعتقال الناشطة والإعلامية سحر موجة إدانات واستنكار واسعين بعد أن أقدمت الجماعة على اعتقالها بإطار حملات الترهيب التي تنفذها ضد أي من من ينتقد ممارستها وتصدر خبر اعتقال الخولاني تعليقات اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبره نشطاء تصعيدا خطيرا يمثل امتدادا لجملة الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة ورفعت من وطيرتها في الأشهر الأخيرة وقد اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن إقدام الحثيين على اختطاف الإعلامية والناشطة في المجال الإنساني سحر الخولاني من منزلها وإخفاءها قسرا على خلفية تناولاتها الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين نموذج لمأساة النساء اليمنيات بمناطق سيطرة الميليشيا وما يتعرضن لهم من ممارسات قمعية وجرائم وانتهاكات ممنهجة وأشار إلى أنه السبق وأن قامت ميليشيا الحوثي مطلع يونيو الماضي باختطاف سميرة بلح المنسقة الميدانية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في محافظة الحديدة ورباب المضواحي رئيسة قسم المعلومات في المعهد الديمقراطي الأمريكي وسار الفائق المدير التنفيذي للإئتلاف المدني للسلام وإحدى منظمات برنامج الأغذية العالمية للأمم المتحدة الدبل يو اف بي ومنعت أي تواصل لهن بأسرهن كما نوه الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي اختطفت منذ انقلابها في العام 2015 آلاف النساء من منازلهن ومقار أعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية ولفقت لهن التهم الكيدية ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي بهدف الحد من حريتهن ومشاركتهن في الحياة العامة وتقييد قدرتهن على الحركة في الشوارع والأماكن العامة وأماكن عملهن وأضعف الإرياني أن منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء مطالبين بالاطلاع بدورهم في التنديد بالانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات والتي تشكل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة كما شدد على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبين بموارسة الضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لإجبارها على إطلاق كافة المختطفات والمخفيات قسراً في معتقلاتها غير القانونية والتي يعشن أوضاعاً مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية والحرمان من الرعاية الصحية وأبسط مقومات الحياة وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم والانتهاكات والشروع في تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية عالمية تشوفوا هذا الرداء الأحمر الله إني بحق كل راتب أخذتوه من حقي أنا وأطفالي إني بحق وهذا الرداء الأسود الذي ألبستوها اليمن الفاسدين والظالمين تذكروا كالمأبنت الخولان بانزع يومنا في دماعنا الحسن